تبنى ممثلو حوالي 150 دولة الاثنين في مراكش مثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة بعد إعلانه شفاهيا وبعد ضربة المطرقة الرمزية وفي افتتاح المؤتمر وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس اللحظة بالمؤثرة وبكونها ثمرة مجهودات جبارة وسيخضع المثاق لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 ديسمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة موسيقى